إذا هم بعض القيادات السياسية السنية المتشددة تريد ترجع المفخخات هم مستعدين احنا نرجع غير شيء شو ترجع؟ وانت تعرف وانت ترجع البطة يعني إذا هيدو المفخخات سائق البطة إحدى إفرازات أيام العنف الطائفي والتفخر به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة عاد الأمر أفضل وسيلة للتهديد النائب السابق مشعان الجبوري قال أن العرب السنة متخوفون من مجيء رئيس وزراء سائق بطة في تلميح للمركبة التي كان ينفذ بها أتباع مقتدى الصدر ما يعتقد أنها جرائم عنف وخطف وقتل على أساس الهوية والانتماء الطائفي النائب عن تحالف سائرون غايب العمير رد على الجبوري رئيس الوزراء القادم سيكون هدفه الإصلاح وسوف يحدده رجل الجكسارة في إشارة واضحة لموكب السيارات الذي يقل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البطة والجكسارة كناية عن نوعي السيارات مرتبط بشركة تيوتا وإنتاجها من موديلات محددة من السيارات بين الجكسارة والبطة سيكون مصير العراق معلقا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لا سيما بعد دعوة زعيم التيار صدري أنصاره للمشاركة الواسعة في الانتخابات للفوز بمنصب رئيس الوزراء وفي تطور لافت أعلنت دائرة الطب العدلي في بغداد عند دفن خمسين جثة جديدة مجهولة الهوية وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان الفترة ما بين عامي 2006 و2008 التي شهدت أعمال عنف وقتل وتعذيب جماعي على الهوية